السلام عليكم ورحمة الله انا بكم اخوتي معنا في هذا الفيديو وهذا الفيديو بقي بزاف الناس هايقول لك احنا فقط في 5 يناير بقي بزاف ديل الوقت على هذا الفيديو لاننا مقابل الجنوب اهرقيا هتلعب حتى شهر يونيو المقبلة كانت تناشفة الان بقي حوالي خمس شهر على هذا المقابلة ولكن ما كانت حسن مشكلة لا تكلمنا عليها ما كانت حسن مشكلة منتخب الوطني يهمنا نتكلمو عليه في اي وقت ان كان انا بعد التعالي احكي جونيو يقولون انت كنت تهدار على المرشط اللي ما زال على يوم الوقت وهذا مشكلة لاننا نحلو فقط كتحليل فقط لمقابلة المنتخب الوطني لمجهة وعدت لعب ان شاء الله وعنوه فيها نتائر ان شاء الله في حال اللي عملنا في الموضوع او لا ما اكثر لانا كأس افريقيا ما خصنا نصل الناس هذا هو المبتاق انا نرجع المبتاق مقابلة جنوب افريقيا مقابلة جنوب افريقيا هناك احتمال كبير ان وليد القراغي اعطناها ثلاثة المواجمين اللي عن صردهم في هذا الفيديو هذا طبعا الحال المواجم الرسمي هو يوسف النصيري لا نقاش في ذلك لا نقاش لان وليد القراغي معجب بيوسف النصيري حالي اكده لا في المنديل ولا في المقابلة الودية اذا وليد القراغي اعرفنا تجاه ديال هو لاعب من الاصول الفيديو يوسف النصيري 25 سنة وثلاثة كؤس افريقية اذا نقاش بيوسف النصيري الى اليس حسني لاعب باريس انجرمال فرنس لاعب 17 سنة لاعب شاب جدا ممكن في لائحة يونيو وهي عايط عليه وليد القراغي وهي طلعون جنوب اهريقيا اولا باش يعرف الاجواء الاهريقية اذا صعب انه يلعب اليس حسني في هذا الوقت سهتا اذا ممكن يعيط له باش يعرف الاجواء ديال المنتخب الوطني المغربي لان الاصداء اللي كتوصل على اليس حسني انه لاعب منتاز وكان كلا فارق الراديب ديال باريسان جرمان الان كيصعدوا الفارق الاول بايل فينا اذا مهاجم الفارق الاول باريسان جرماني يقدم الكثير من النجوم اذا يكون مهاجم وعر ما هو اللاعب الثاني محمد البولديني خريج البطولة الوطنية اللاعب السابق للراجا وانتهى الطنج كانت الكثير من المطالبات انه يكون معنا في المندير ولكن وليد القراغي طلع عن النصاري وطلع شديرا صراحة النصاري كان في المستوى اذا محمد البولديني ممكن يعطيه الفرصة في مقابلة جانو افريقيا وعرفين نحن المقابلة جانو افريقيا اننا نحتاج فيها النقطة باش نترشح من كأس افريقيا في 24 في الاراضي الايفوارية للطمح كبير اننا نفوز بالفارق ثاني مرة بعد الغياء من 48 سنة رجعون كأس افريقيا وهذا افريقيا المهاجي يعتمد على وليد القراغي ويقضي معنا في المنتخب 2016 أو 2017 ويستوى سبعة سنة ويستوى معنا يوسف النصاري ويقضي مع اصابات في المنضير وهدف تاريخي امام البرتغال ويقضي امام اسبانيا في المنضير وهدف امام كندا وهدف مهم جدا لتأهل الهدف الثاني للمنتخب الوطني بعد تشريل حاكم جياش هدف اول مقابلة هذا هو المهاجم الثالث يصف النصاري على كل اساسي ممكن البلدين يكون كثاني وممكن الياس حسني كثالث مهاجم شكرا